السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم. برحب بكل المشتركين معايا في القناة. وبرحب بالمشتركين الجداد معايا في القناة. بشكركم على التعليقات. النهاردة قراءة عاطفية لموليد برج ستور. من دلوقتي نبدأ برج ستور. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا برج ستور. برج ستور في الفترة الاولى من القراءة. المدة اللي احنا قلناها. بالنسبة للمتزوجين والمرتبطين. هيكون هندقوا في الفترة دي. يعني الناحية العاطفية هتكون جيدة وفي تفاهم مع الشريك. ده بالنسبة للمرتبطين وللمتزوجين. اه لكن يا برج سور التارد بيحذرك في الفترة دي من العناد. لان دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تلغبط كل ده. يعني ممكن تلغبط التفاهم والحب. هيكون عندك شوية عنات كده. اه تخلي بلك منهم. اه شايفة في حب وتفاهم من الطرفين. اه ممكن برج سور يعني تفق امور اه اه انت تفهمها غلط في امور كتير انت تفهمها غلط. او تكون اه ردود افعيلة مش اه مش ملأم للموقف يعني مش على قد الموقف. او غير الموقف خالص يعني ردود افعيلة. اما الغير مرتبطين الفترة الاولى من الكراءة. بالمدة الاولى. برضو مناسبة جدا عندك للحب. وفي عندكو احتمال كبير مقابلت بالشخص المناسب. يعني شايفة فترة جاية ان شاء الله فيها ارتباط وحب متبادل. عندك فترة جاية جميلة جدا يا برج سور. طب نشوف الطاقات الموجودة كده معنا. فيه طاقات ترابية طبعا طاقتك. شايفة كمان العزراء. طاقة ترابية تانية جيرك. وفيه طاقات مائية ونارية كمان. ايب يلا نشوف حكاية الثور مع الابراج دي. مع الطاقات الموجودة يعني في الاول عايز اقول ان شايفك يا برج سور مركز اكتر حاجة على الناحية العملية. اه حاببت تطور من نفسك على المستوى العملي وشايفة بتفكر في يعني انك بتوصل لدرجات اعلى او او شايفك كمان بتتكر في شغلك. يعني عندك افكار كتير الجديدة وبتسعى لتحقيقها. عايز تحققها عايز تنفذها. ممكن في الفترة دي تلاقي ناس كمان تحاول تقلل من حماسك ده. يعني شايفة متحمس جدا وشايفة فيه اشخاص بيحاولوا يقللوا من الحماس ده. بس شايفة مصمم عارف انت تتعمل ايه وعايز توصل لايه. وطبعا بالتوفيق اه لكل مواليد برج سور. الناحية العاطفية شايفة اه عند مواليد برج سور شايفة انفصال وشايفة انتظار. عندك طاقة انتظار يا برج سور. آآ بعضوكو عايش حالة من القلق والانتظار بعد الانفصال. بعضوكو لسه متعلق بالشريك يعني لسه فيه تعلق شديد جدا وده سبب الانتظار اللي انت فيه. يعني لسه بتحبه لسه نستنيه يرجع. يعني رغم انك مش بتظهر ده. يعني شايفة مش بتظهر ده على الاقل اللي حواليك. شايفة فيش طياء وحنين من الصرفين يا برج سور. يعني عند بعضوكو الحبيب برضو تعبين وبيفكر فيك باستمرار. بيفكر كمان آآ يعني ظاهر هنا عندي بيفكر كمان في كل حاجة وصلت العلاقة للوضع ده. عايش فترة تفكير و وحساب للنفس. يعني شايفة بيحاسب نفسه وبيحاسبك انت كمان. بيحاسبك بينه وبين نفسه. يعني كأنه بيعذبك او بيلومك. هو تعبين جدا. بس رغم كل تعبه ده انا شايفين مش عايز يتكلم في الفترة دي. بعضوكو اتقفل الاتصال من ناحيته بس هكمل الكراءة كده واسحب كروت اشوف هي. هيعمل ايه? او هتروح لفين العلاقة? بس تشايفة في بعضوكو فيه الاتصال اتقفل تماما. عشان كمان فيه كمان آآ شايفة عند بعضوكو محكمة. شايفة محكمة والطرف التاني آآ عند بعضوكو داخل على حاجة جديدة او بيعمل حاجة جديدة. بصوا شوفوا بقى. هو فيه نسبة كبيرة جدا فيه رجوع للشريك. بس مطلوب منك يا برج ستور تبعد القلق والتوتر عن حياتك وتفكيرك. يعني آآ مطلوب منك تكون ايجابي. عندك افكار سلبية كتير. عندك آآ جواك فيه خوف وقلق كده وتوتر. اغلب الوقت. يعني اغلب اوقات يومك عايش هكده. ما بتنامش كويس خالص. آآ يعني انا بطمنت برج ستور فيه عندك تغيرات كتير ايجابية. يعني انت داخل عليها في الفترة اللي جاية دي. آآ وموفق بإذن الله في اغلب امور حياتك. آآ وانت اصلا فلكيا يا برج ستور في شهر مايو هيكون بنسبلك يعني بداية كل حاجة حلوة ونهاية كل سيء من حياتك. يعني عايزاكوا تتفقلوا تستقبلوا كده اللي جاي بس بس زي ما بقول دايما في البراج اللي بلاقيها كده وهي عندها حاجات حلوة كتير جاية آآ افتحوا ما نفذ الطاقة عندكم. شايف عندك حظوص كتير يا برج ستور. آآ وعندك آآ يعني تدخلات الهية في امور في بعض امور حياتك. يعني بعد ما عاشت فترة كبيرة في عندك ركود اللي حياة وقفة كده وتأجيل. خصل عندك تأجيل في حاجات كتير وحاجات كتير وقفت وتعصلت عندك. عندك فترة جاية آآ رائعة فراحة. في انطلاقات جديدة وتبيرة. آآ شايف عندك يا برج ستور كمان اتصالات. فيها هيحصل اتصالات في الفترة القريبة اللي جاية ولقاءات كلها يعني مبشرة بالخير. فيه اللقاءات منها هتكون آآ يعني آآ آآ فيها شوية كلام بس مش آآ بس مش هيكون بشكل سيء قوي يعني آآ يعني هيحصل فيه لقاءات هيحصل فيها الاول آآ كلام كده مشدات كده على خفيف. بس آآ هتتحل الامور بسرعة ان شاء الله كلها اتصالات ولقاءات آآ كويسة بالنسبة لك يا برج ستور. برج ستور والعاطفة آآ يعني شايف كمان عندكو بعض مواريد برج ستور آآ في الفترة اللي فتت دي تعارض كتير لخزلان. فشل متتالي في علاقات. يعني شايفة في علاقات كتير مرت بحياة برج ستور ما حصلش فيها اي اي نجاح يعني كلها علاقات وشايفة فيها انفصال يعني كلها برج ستور ما توفقش فيها. شايفة كمان مشاكل داخلية ممكن تكون مع الاهل. بعضوكو عندو مشاكل كمان مع الاهل. آآ قلبك قعد لفترة يا برج ستور مكسور. ولسه حاسس ده لحد دلوقتي. يعني هو الكسر اللي في قلبك ده انت لسه تحصل لحد دلوقتي. آآ الانفصال اللي انا شايفيه شايفيه مع ابراج مائية وابراج نارية. آآ وفي حب كبير كمان. يعني برغم البعض ده في حب كبير كمان. آآ نسبة كبيرة فيه رجوع مع ابراج آآ نارية. ان شاء الله يا رب. وهيحصل تواصل في الفترة اللي جاية دي. شايفك يا برج السور انت اتعلمت. انت كمان اتعلمت كتير قوي يعني شايفيك قعد آآ 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 كنت تعبين وآآ كنت بتعاني بس في نفس الوقت هي كانت فترة تعليم بالنسبة لك. كل اللي مر في حياتك ده من تعب يعني آآ كان آآ هو علمك حاجات كتير. وعشان كده انت هترجع بشكل افضل. يعني سواء حياتك عموما او حياتك مع الثرف التاني انت هترجعوا بشكل افضل لاني شايفيك اتعلمت حاجات كتير وبقيت شايف الامور بشكل اوضح. يعني حسبت نفسك كتير برغم زعلك من الثرف التاني انت كمان في الفترة دي انت كنت بتحسب نفسك. يعني كنت بتفكر حاجات انت كمان بتعملها وبتحسب نفسك عليها. عرفت الاخطاء دي كلها اللي كانت بتلغبط الدنيا عندك دايما اكيد ده كان المقصود من كل اللي حصل يعني انك تتعلم. وده بيبقى المقصود على فكرة من كل اللي بيحصل في حياتنا. يعني اي حاجة بنشوفها سيئة في حياتنا هي المقصود منها فعلا ان احنا نتعلم. يعني زي ما بيقولوا محدش بيتعلم بسهولة او ببلاش. بنتعلم بندفع ثمن كبير قوي. بس اه في الاخر المهم ان احنا نتعلم من كل اللي حصل لنا. ايه الاخطاء اللي وقعنا فيها? ايه اللي نعمله? ايه اللي ما نعملوش? ده حصل لك في الفترة دي. اه كمان اه او وصلك لانك تعرف وضع كل شخص في حياتك. انت شكلك كان فيه نسبة تدخل في حياتك. او كان فيه اه كلام عن حياتك بتقوله الاشخاص اه الاشخاص تانية ما كانش ليها ان هي تعرف حاجة عن حياتك. انت في الفترة دي اتعلمت انك اه اه كل شخص في حياتك ليه حدود وليه وضع معين هو موجود فيه. ودي حاجة كويسة. يعني برغم سعبك. دي حاجة نتيجة كويسة انت وصلت لها. فعلا اهو. يعني الكارث اللي تلقى لك تاني انت انت محتاج انك اي حد عملك وضع او تسبب لك الم يعني واتخدعت منه اه في الفترة اللي جاية. انت صلعه من دماغك ومن حياتك. اي حد تسبب في كل حاجة انت مريت بيها. او ممكن تكون انت بتفكر في كده فعلا. وده علشان تقدر تستقر. يعني تقدر تشوف باقي جوانب حياتك بايجابية. لان انت كمان يا برج السور زعلت ناس عزيزة عليك. في الفترة اللي فاتت بعضكم. زعل ناس عزيزة عليك في الفترة دي. اه وهي اصلا كانت فترة توتر في حياتك. اه. اه. لازم تحاول تصلح ده. اه. في علاقات اه يا برج السور انت محتاج تصلحها وتشوف الايجابي فيها. اه. شايفة عندك استعداد. شايفاتك مستعد في الفترة دي انك تبدأ اه وتعمل كده. انك تصلح فيها علاقات محتاج انك تصلحها. شايفاتك مستعد في الفترة دي انك تصلح حاجات كتير. نثبت لو في حد غالي عندك او عزيز كده انت نزعله. اه. لازم تصلح جماعي. شايفة القراءة ايجابية. وفيه تطور كبير اوي في اه في معظم امور حياتك ان شاء الله. فترة جاية يعني اكتر من رائعة بصراحة. الاشخاص اللي اتعرضوا لخيانة. اه. تامح يا برج السور. لان شايفة عند البعض الحبيب ندمين جدا. عند بعضكو. شايفة فيه ندم كبير جدا. قلبه موجوع عليك اكتر من نفسه. اه. اه. فممكن العلاقات اللي زي دي لو برج السور عايز هترجع. هترجع بال بالتسامح. يعني هي ما فيهاش اي مشكلة غير ان برج السور يسامح. اه. شايفة المرتبطين خياتهم فيها حب ونوعا ما مستقرة. اه. بس شايفة ان ممكن تكون فيه مشاكل مادية بتقابل اه. الطرف التاني. يعني وصلته لطعب نفسي وطعب عضوي كمان يعني بقى مكتقب بالطرف التاني عندك يا برج السور. الحبيب اه. الزوج. كده. فيه مشاكل مادية بيعاني منها. وهو تعبان جدا بسبب كده بسبب الضغوط. بس شايفة لها فيها حل قريب ان شاء الله. اه. اه. وشايفة المنفصلين عندهم نسبة رجوع بعد درس. بعد درس اتعلمتوه انتو والشريك. يعني شايفة انا كان المقصود من كل اللي حصل معيكو او في حياتكو ده. شايفة كان درس قوي جدا. اه. ليه بقول درس? سوري. اه. درس لان انا شايفكو اه. اه. انت بتحاسد نفسك وهو بيحاسد نفسه. وبتبصوا على امور كتير تاني في حياتكو. وبتبصوا على الناس حواريكو. وبتبصوا على ناس انتو دخلتوهم في حياتكو. اه. تفكيركو اه. مش بس في العلاقة وبس عايزين نرجع تفكيركو. ايه اللي وصل العلاقة لكده? اه. وبعد التفكير ده انتو لما ترجعوا لبعض. اه. كل الحاجات الغلط اللي كنت تتعملوها قبل كده. مش هتعملوها تاني. يعني هو ده اللي انتو نويين عليه. اه. ربنا يوفق الجميع ان شاء الله. كمان الغير مرتبطين. اه. زي ما قلت بفترة عاطفية جميلة جاية. اه. في مقابلة لشريك مناسب ان شاء الله. هيكون فيها حب متبادل. اه. اه. تانية هو. وعلى فكرة انتو عندكو برضو دي. اه. شفتها في التوقعات الفلكية. اه. افتكرتها دلوقتي. انتو فعلا في بعضكو هتكون. اه. الحب اللي انت هتقابله. واحتمال تكون قابلته كمان. اه. هيكون جنسية مختلفة عنك يا برج الصورة. يعني بعضكو الحب اللي عنده هيكون الصرف التاني. انت بلد وهو بلد ثاني. اه. شهر موفق ان شاء الله. اه. موفقين ان شاء الله. اه. مستنية تعليقاتكو. اه. ما تنتوش الاشتراك في القناة. واللايك والشير لو الفيديو عذابكو. اه. 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 وشكرا للمتابعة.